كل سنة وحضراتكو طيبين عيد سعيد عليكو عيد الأطحى المبارك دكتور سعدين هلالي كل سنة وانت طيب يا مولانا انت بصحة والسلامة وكل المشاهدين ومشاهدات بخير انا عايز عايز قبل ما تبتدي سيادتك وزكي الفكرة الثقافية اللي سيادتك بتأكد عليها مرارا وهي فكرة التصدق فكرة التبرع فكرة التعاون فكرة الرفق بالآخر اتمنى ان تكون دي ثقافة عامة متجدرة يتم تنشئة ولادنا عليها وتكون سمة طبيعية بالمناسبة دي ثقافة قرآنية وثقافة نبوية وثقافة انسانية يعني في قول الله تعالى وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت فيقول ربي لو لا اخرتني الى اجل قريب فاصدقوا واكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء جلوها والله يخبرون بما تعملون اذا النص القرآني بيقول لنا ده واضح مباشر بس عايز اضيف حاجة ان النص القرآني ليس للمسلمين وانما للانسانية ربنا بيخاطب الانسان لان كل البشر في رعاية الله ورزقه وما من دابة الارض الا على الله رزقها وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ايضا يتعايش مع الناس بهذه الثقافة حديث اخرجه مسلم عن ابي هريرة اخرجه بعض اصحاب السرنة عن عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق ان سيدنا رسول الله بيدرب الصحابة بيدرب الناس اللي بيخاطبهم من اصبح منكم اليوم مصائمة فقال ابو بكر انا يا رسول الله من اصبح منكم اليوم وقد تصدق بصدقة فقال ابو بكر انا يا رسول الله من عاد منكم اليوم مريضة فقال ابو بكر انا يا رسول الله وفي رواية بدل المريض شيع منكم جنازة فقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا كان من أهل الجنة يعني تنشئت الإنسان على أنه إزاي يكون متعاون مع المرضى بعيادتهم متعاون مع المعوزين بدعمهم متعاون مع نفسه بالحمية والصوم والتقرب لله عز وجل أكد هيصلي الأمر الآخر أن حديث أخرجه أحمد وبعض أصحاب السنن عن أبي هريرة أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تصدقه فوقف رجل وقال يا رسول الله عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك قال عندي آخر قال أنفقه على زوجك أو أهلك قال عندي آخر قال أنفقه على خادمك قال عندي آخر قال أنت أبصر به ليه ذكرت هذا الحديث سيدتك قلت أيضا قبل ما أدخل إن انفقه على اللي حواليكم على داو القرب القريب مننا فيه ترتيب الرسول عمل أولويات دا الأولويات دي وضحت أوي في حديث أخرجه مسلم عن جابر ابن عبد الله أن رجلا لم يكن عنده إلا عبد فدبره يعني تصدق به وأعتقه بعد موته فسيدنا نبي يقول له ألك مال سوى هذا المال قال له لا قال له كده يعني أفلست أفلست فسيدنا نبي قال لا فأخذه ثم أعلنه للبيع فتم بيعه بـ 800 درهم أخذ 800 درهم ودهم للرجل الذي لا يملك سوى وقال له خذ هذا المال وابدأ بالإنفاق به على نفسك فإن فضل شيء فلي أهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلي ذي القرباء إذا سيد النبي صلى الله عليه وسلم يعني حكاية يتقلن بلاش القريبين بلاش الناس اللي بتشتغل معك قريب بلاش وحاول تشوف ناس تانية علشان يعني الخير يعم على ناس بعيدة عنك ودور على حتة بعيدة أكتر ما هو كل واحد لما ينور اللي حواليه الدنيا تهدأ ولهذا ربنا وص بالجار وسيدنا لأنه قاتل سيدنا النبي وكلنا حفظين ما زال أخي جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالولين أحسانا وبذ القربة واليتامة والمساكين والجار للقربة والجار للجنوب والصاحب الجنب وبن السبيل أم ملكة أيمانكم أن الله لا يحب أن كان مختلا فخورا يعني اللي حواليك شيئا فشيئا دواير دواير لو إحنا يعني كل حاجة لها نظام أنت بتمشي في الطريق بتاخد اتجاه وغيرك بياخد اتجاه نفس الأمر في الإنفاق لازم تبتدي بنفسك لأنك لو قفت على رجليك هتعرف تخدم